كل سلامة طيبين بداية موسم جديد وأتمنى أن يكون يعني موسما لحظة النور ولبثر ونثر ظهور النور في كل يعني بقع مصر بإذن الله الصيف بطبيعة الحال كان قد شهد أحداثا ساخنة ربما لم تكن أحداثا محلية على درجة من سخونة الخرارة ودرجات الخرارة اللي كانت مرتفعة عدة أيام وأسابيع إلى حد أن يدرك أهل وسكان الأرض أننا قد أفسدنا في الأرض إفسادا وفي بيئتنا إفسادا وتخريبا حتى أن درجات الخرارة يعني ارتفعت حتى أن العالم يكاد يضيق بحرائق ربما لم تكن هناك هذه الأحداث الساخنة إلا في أنحاء العالم بينما في مصر كان الوضع آمنا مستقرا ومستديدا كثيرا ويعني والبعض بيقلق من الاستقرار وبيعتبر وكأنه ركون إلى الجمود أو للركود وأنا بعتقد أنه الاستقرار مسألة مهمة وحاجة إنسانية ولكن طبعا على ألأ يصب أبدا إلى ركود وجمود وتجمد وتخشب لكن في حركة بناء في البلد تعي تماما يعني العين التي ترى أنه في هذا البناء وفي هذا التطور العمراني والبنية الأساسية وإن كان بطبيعة الحال يعني ليس هناك هذا التطور الفكري التعليمي الديني الذي نتمنى ونحلم به كذلك في ملف ملف الحريات وحرية القول والتعبير هذه أمور لا تدال ملفات مطوية أو يعني محل يعني فتح أوراق وإغلاق أوراق أخرى لكن يظل إن الحدث الأهم خلال هذا الصيف في مصر إن توقفنا عند أحداث أتصور هي بفوز نادي الزمالك بالدور العام ربما يكون هذا هو الحادث الأكثر سكونة وجماهيرية لكن على مدى الصيف كما على مدى العام كله المصريون بيهتموا بحوادث وأحداث صغيرة وقائع محدودة كده يهتموا بيهتمام يبدو واضحا على وسائل التواصل الاجتماعي والاهتمام بيبقى مؤقت ومحدود وقصير النفس وخاطف وتركيز يعني تركيز مشوش للغاية ويبدو دي بقى تسمات عندنا في مصر يعني واقعة صغيرة فجأة تصبح تحت بؤرة الأضواء ربما بشكل عمدي من خلال لجانة اكترونية أو مواجهات لرأي العام أو تداخل من يعني أطراف من بره أو من جوه حب أن الحدث ده يجبر ويتضخم أو بشكل تلقائي عبثي تماما بدون ناظم ولا قانون للأشياء فالناس تبدأ تهتم جدا بالموضوع ده وتعلق عليه وتلاقي تقريبا وستطيع أن أصف التعبير وأنا يعني مطمئن سعار الاهتمام بالقصة دي أو بالحكاية دي أو باللقطة دي ويفضل الحياة في مصري دا يرى خلال 24 ساعة 48 ساعة في التركيز المشوش ده وكل الناس دخلين يقولوا انطباعات وآراء قطيعية وقطعية قطيعية بمعنى كل قطيع معا 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 ضد 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 برضو معا أو ضد يعني المؤيد بزيء والمعارض أبزأ عادي جدا فيش مشكلة غالب أي حدث صورة الفنانة مشهد في الشارع حدثة واقعة أي حاجة ويحصل الصعار الاهتمام ده به وتلاقي طبعا كل المواقع للأسف لأنه ما فيه السياسة مهنية حقيقية بتحكم عالم يعني الصحافة الإلكترونية فبالله هذا الهوس والصعار ثم وكأن كل شيء خلاص كأنه يعني دخان في الهواء وينتهي الموضوع ونخش على حدوتة تانية قصة تانية لقطة تانية يحصل نفس الصعار نفس الهجوم على التعليق وبنعلق وإحنا واسقين جدا من آراءنا وانطبعاتنا وبنقول أحكمنا وبنقولها بحدة وبتطرف وببزاءة وبسخونة وبمنابزة وكل حاجة ونبقى منفعلين أوي وحدين أوي ومهتمين جدا خمس ست سبعة تمن تسعة ساعات وبقين يتيجي قصة ودي أمور منهكة للوعي يعني بتخلي الوعي يعني مشوش وضحل ومرهق ومنهك والحالة والحالة اللي فيها تراكم واللي فيها تؤدى واللي فيها التمهل واللي فيها وعي تبقى محدودة ويعني غائبة تقريبا أو مختفية تقريبا ودي مشكلة لابد من يعني إدراكها والتنبه ليها على الأقل مش الانسياق وراها ولا الجري ولا اللحث ولا الرقد وراء كل حدثة وكل قصة بهذا الشكل اللي بتخلينا مسطحين قوي وبتخلي وعينا قشري وسطحي وبتخلي كمان درجة العصبية ودرجة التوتر وسخونة التوتر كمان عالية جدا المجتمعات بترهق بهذا الشكل وبهذه الطريقة ولا بد من التنبه الشديد له اشتركوا في القناة